في إطار الحرب غير المعلنة بين الطرفين استهدفت إسرائيل خلال العامين الماضيين عدة سفن كانت تنقل النفط الإيراني إلى سوريا بحسب ما تؤكد تقارير غربية تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشف أن إسرائيل استهدفت في الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2020 12 سفينة إيرانية كانت في طريقها إلى الأراضي السورية وبحسب وول ستريت جورنال فإن هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية هي بمثابة جبهة جديدة للصراع بين إسرائيل وإيران مشيرة أنها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الهجمات تقرير الصحيفة الأمريكية أوضح أنه منذ أواخر عام 2019 ونهاية 2020 شنت إسرائيل عشرات العمليات باستخدام أسلحة كألغام المياه لضرب السفن الإيرانية والتي تحمل شحنات نفط لسوريا في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى من المنطقة الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع قوله أن المسؤولين الأمريكيين قدموا دعما ضمنيا لمثل هذه العمليات خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وذلك في إطار العمليات الإسرائيلية لمواجهة التمدد العسكري والاقتصادي للنظام الإيراني في المنطقة ويأتي الكشف عن هذه المعلومات في هذه الفترة وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط عقب قيام فصائل موالية للنظام الإيراني بشن هجمات ضد قوات ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها في العراق ومناطق أخرى